مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوف فهذه الحلقة الحدث الإيجابي لغنتك المعلي هو بعنوان المغرب يكتب التاريخ في مونديال 2022 المغرب المملكة العريقة المتشبتة بتوابتها والمنفتحة على العالم كتبصم على حضور تاريخي بأول مونديال يقام بدولة عربية حكاية ألف إنجاز وإنجاز بدأت منذ التحضير لكأس العالم حين استعانت قطر بالتجربة المغربية في تأمين الفعالية الرياضية ومن غيره المغرب بلد الاستقرار والأمن قادر على تأمين حدث يجمع العالم واستمرت الحكاية مع الأغاني التي يرددها ضيوف قطر والتي حملت توقيع الموزع المغرب العالمي ردوان أيضا مجسم كأس العالم الذي تحتدم المنافسة لرفعه عاليا هو من صنع فريق إيطالي ضمنه عنصر لامع مغربي الحكاية الملهمة الآسرة تواصلت مع الجمهور المغربي جمهور السثنائي صنفته الفيفا اللاعب رقم واحد ووعيا بمسؤولية إرضاء هذا الجمهور أصود الأطلس وقائدها الناخب الوطني وليد الرقراقي زأرت أيما زائر خلال مقابلات صعبة في مواجهة منتخبات مصنفة الأولى عالميا أصود الأطلس تمكنوا بفضل نتائج إيجابية من إطالة المقام بالمنافسات الدولية ممتلين العرب والأفارقة خير تمتيل وكما قال وزير الخارجي المغربي مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم والمغرب اليوم يصنع مجد الغد أما الفلوب فهي الشائعات التي يتم تداولها بين الفترة والأخرى على منصات التواصل الاجتماعي بهدف رفع عدد المتتبعين والمشاهدين شائعات من أخطرها التي تتعلق بوفاة المشاهير والتي كانت آخرها مرتبطة بالفنان المغربي عبدالهادي بالخياط لسارعة الإبنة ديالو لتكذيب الخبر مبرزة أنه يؤدي مناسك العمرة شائعات على الرغم من كونها أخبار زائفة كتنتشر بسرعة ويتم تداولها على أنها صحيحة شائعات كيكون للأسف ضررها النفسي وخيم خصوصا إذا كان المعني بها طريح الفراش أو غاب لفترة عن جمهوره وبالتالي كتبقى أنسب طريقة للتعامل معها هي التحقق من المصدر حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة وإلى الملتق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر